السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا طالح حلوة معكم أميوسف الرفاعي بعد الحلقات اللي قدمناها أنا واخلود عن مشاكل الشباب والمشاكل اللي بتحصل في سن المراهقة وفي سن كمان الأطفال لقينا ان احنا لازم نتكلم عن ازاي نحل المشاكل دي ومش معقول كل مرة بعد ما تحصل المشكلة ندور على الحل ده يبقى غباء مننا طيب إيه الحل الزكي وإيه الصح إن احنا نحل المشكلة قبل ما تحصل أو نتجنب حدوثها أصلا علشان كده قلنا إن احنا لازم نتكلم عن سلسلة مكرم الأخلاق أول خلق هتكلم عنه لازم تزرعه في ابنك أو بنتك وهم صغيرين جدا في سن يمكن سنتين أو تلاتة بالكتير قوي السن اللي طبعا بيختلف من الطفل الآخر السن اللي تقدر تلاقي ابنك مستوعب فيه يا ريتم نبدأ من سن سنتين نبدأ نزرع في ولدنا الصدق الأمانة هنزرع وجواهم كل الصفات الحلوة اللي أدينا كلها بتحث عليها أنا هبدأ بصفة الصدق تخيل لو ابنك صادق في كل شيء أنا بدأت بالصدق لأنه أهم شيء أنا رأيت إن هو شيء مهم جدا أو أهم شيء في الصفات الصدق لأن لو طفل صادق هيبقى شاب صادق هيبقى رجل صادق هتبقى حياة كلها سهلة وبسيطة لأن بصدقه هيقدر يتغلب على إنه يحله مشكلات كتير أما كد أعوذ بالله مشكلات كتير قوي ممكن يهرب منها الطفل أو الشاب أو البنت برضو عن طريق كذب ولما يهرب منها عن طريق كذب حياته كلها هتتضمر بعد كده لأن الأهل مش عارفين عنه حاجة لأنه بيجذب عليهم فلو عاودتوا على الصدق هتقدر تحلم عمى شكله طيب إزاي نعلم أطفالنا الصدق أول حاجة لازم أنت تكون قضوة لهم لازم أنت تتعاملي قدامهم بمنتهى الصدق يعني مش هقولك ما تتعمديش كنت هقولك ما تتعمديش إحنا أحيانا بنجذب قدام أطفالنا بدون منقصة يعني تبقي مسكة تليفون وبتتكلمي واحدة صاحبتك وتحكي لها قصة وفي وسط القصة تقولك كلمة أو جملة كذب ما حصلتش فابنك ياخد باله ابنك أنت في دماغك أن هو بيلعب على الجيمز أو بيتفرج على تلفزيون ومش واخد باله لا واخد باله الأطفال في السن ده سبحان الله بيقدروا يركزوا في حاجات كتير مش في حاجة واحدة وتلاحظ أحيانا أن ابنك فجأة بيتكلم معاك يعني وأنت بتتكلم كده إيه ده وأنت سمعني إيه ده أنت واخد بالك مني أه واخد باله فلازم تكون أنت قدوة لولادك ومتعلمهمش الكذب بطريقة غير مباشرة الحاجة التانية لازم نجاوب على أسئلة الطفل بصدق مهما كان عمره يعني لو عمره مش مناسب للسؤال اللي سأله ممكن تأجل السؤال أو تهرب من السؤال بطريقة لطيفة أو تجاوبه على قد سنه يعني ممكن تده لو أنت من نفسك مش عارف أحيانا بنتسئلة من الأطفال ما بنعرفش نجوابها يا جماعة عمسرش اسأل حد أكبر منك اسأل حد فاهم عنك مش عيب والله أنا ممكن أتصل بواحدة مخصوص عشان أقول لها أنا تعالدت بما كف كذا أعمل فيه إيه وممكن تكون في سني لكن هي عندها خبرة في الحاجة دي أكتر مني إيه المشكلة أن أنا أعمل كده المهم أن أنا ما أجذبش لأن بعد فترة الطفل هيجبره هيعرف أنه أنت أجذبت عليه وديته معلومة خطأ مش هيفهم بقى أنه واصله كان صغير وما كانش المفروض يفهم حاجة زي كده مش هيفهم ده هو هيفهم أنه أنت كذاب تالت حاجة أقولها لكم لازم تنتبه كويس قوي للطفل بيقول إيه تاخد بالك هو بيجذب ولا بيقول الصد طب ولو بيجذب ما عادش بقى أقوله أنت كذاب وانت هتروح النار وانت مش عارف ربنا يا حزبك ما تخوفوش دايماً بتكلم عن أنه ما ينفعش نخوف أطفالنا من النار إحنا نحببهم في الجنة قال على فكرة كلامي للمسلم والمسيحي ما تحببش ابنك ما تكرهش ابنك في النار أو ما تتكلموش كتير عن النار تكلمو كتير عن الجنة ونعمها والجمال اللي فيها أحياناً ابني بيقول لي وانا هلاقي لعب في الجنة بقول له الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واشرح له الكلام ده معناها إيه معناها أن أي حاجة أنت هتعصى هتلاقيها هو عقليته دلوقتي جايباً أنه هو هيلقي لعبة هو ربنا قال أنه هيلقي كل اللي هو عايزه واللي حتى مخطرش على باله أفاهم ابني كده وحببه في الجنة مش أفضل طول الوقت أنت كذاب وانت هتروح النار وطبيعي على فكرة لازم أبقى فاهم أنه طبيعي جداً في السن الصغير ده تلات سنين واربع سنين وخمس سنين أن الطفل يجذب طول ما أنت طول الوقت بتنصحه وطول الوقت بتفهمه الصح من الغلط وبتعلمه أن الصدق أهم شي ربنا إن شاء الله هيكرمك في ابنك عشان أنت تعبت معاه واشتغلت عليه دي حاجة الحاجة التانية أنت طول الوقت لازم تدعي لابنك وانت طول الوقت لازم تدعي لولادك رابع حاجة بقى هنا عدم وعد الطفل بشي ونخلف كلامنا معي ما ينفعشي أوعد ابني إن لو أنت عملت الحاجة الفلانية أنا هواديك النادي وارجع أقول له لأ أصلي مش عارف الظروف أصلي مش عارف حصل إيه لا إلا إذا فعلا حصل حاجة فعلا فوق طاقتك مش قادرة تعملي الحاجة اللي وعدت بيها سواء بقى أنت هتودي النادي هتجيب له لعبة هتشتري له حاجة هتسمحي له وروح مع أصحابه في مكان أيا كان يعني حصل ظروف ماشي لكن كل مرة تقولي له اعمل كذا وانا هعمل لك كذا اعمل كذا وانا هديك وفي الآخر أنت أصلا من الأول مش نوية أنت بتجذبي عليه عشان يعمل للموضوع أنت كذبة أصلا طب إزاي ابنك عايزة يبقى صادق رقم خمسة مبح الطفل لما يقول الصدقاء مهم جدا 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 لأن لما ابنك يبقى صادق لازم تقول له الله برافو عليك أنت شاطر حاسسين أنه هو عمل حاجة هم كل يقول مش واخد باله يعني هو بيتكلم عادي بتلقائية ومش واخد باله أنه كده عمل حاجة جميلة أنت تقول له الله ما شاء الله جميل أنت على فكرة قلت الصدق وأنا مبسوطة منك جدا وربنا كده راضي عنك إن شاء الله الطفل بيفرح قوي بالمتح ده فيبقى عايز يعمل أكتر وأكتر وأكتر وعايز يبقى عن الكتب عشان الكتب ده حكا وحشة بتكوف بتزعل ماما وبتزعل ربنا في المتح ده مهم جدا جدا سرد القصص احكي لابنك قصص وربطيها بالحياة ما بعرفش أحكي هاتي من على الانترنت أنت ما أنت بتعودي على الفيسبوك وبتعودي على الواتس وبتعودي على حاجات تانية كتير هاتي دخلي على جوجل وهاتي قصص أطفال بتتكلم عن الصدق عن الأمانة عن العطاء عن أي شيء أنت المهاردة عايزة تعلمي لابنك وميبقاش يا جماعة اليوم كله إحنا بنتكلم مثلا أنت مثلا سمعت محاضرة زي دي أو حلقة زي دي وسماتي محاضرة لأحد الدكاتر بتتكلم عن الصدق تفجي في نفس اليوم بقى تعودي يتكلمي ابنك عن الصدق وتيجي بالليل تحكي له قصة عن الصدق واليوم كله عن الصدق لا مش كده خالص لازم يبقى فيه زكاء في التعامل ما يبقاش أن اليوم كله بتتكلمي عن حاجة واحدة لا أنت تتكلم تعاملي عادي تعاملي عادي علشان الطفل ما يحسش أن أنت بتلقني أو بتعلمي شيء معين أنا عايزاك يتعلمي ابنك الحاجة بدون ما يحس وإنتهزي فرصة المواقف فرصة أن في مواقف بيحصل تعلمي الصدق من خلال الموقف اللي حاصل ممكن كمان نعمل حاجة جميلة قوي ممكن نلعب مع الطفل لعبة كده زي جهاز كشف الكد يعني لو عندك طفلين ثلاثة صغيرين ربنا يبركلك فيهم يا رب قولوا لهم تعالوا هنلعب لعبة وشوفي مين فيهم اسأليهم شوية أسئلة كده وفي حاجات تبقي عارفة أن فيهم في أسئلة هيجذبوا في إجابتها وها طبعا عشان أنت عارفة أنت هتعملي أني أنت اكتشفتي أنه هو كذب وليعقابه طبعا وعقاب خفيف وبسيط جدا واللي قال الصدق ليه ميزة هياخد بلونة هياخد هيلعب جيمز هيتفرج على التلفزيون هيخرج يلعب مع أصحابه أي حاجة أنت أدرب بولادك وإلا بيبسطهم وإلا بيسعدهم وأدرب ظروفك يعني فيه ناس بيجيبها غالية قوي مكافأة وفيه ناس بيجيبها بسيطة قوي وفيه ناس ما بتهتمش وما بيجيبش حاجة خالص واللي ما بيهتمش ومعه فلوس يعني لأ يارد تهتم ولو أنت ما بتهتمش عشان أنت معكش فلوس تجيب لابنك حتى بلونة ابتسم في وشه وحضنه كفقوا بحاجة جميلة هو هيعتبر أن دي حاجة جميلة جدا أنك تكفق ابنك أنك تديه لحضن كبير يا دي حاجة جميلة جدا عنده وغالية الطرق الكتير يا جماعة أهم حاجة أن مهما اختلف دينا نحن في الآخر بنعبد رب واحد وربنا بيحثنا على مكرم الأخلاق عبر كل الديانات فلو سمحت دايما نكلم ابنك عن الأخلاق علشان ده هيأثر في المستقبل أنا كمسلمة هاختم بآية بعلمها دايما لولادي بصورة غير مباشرة وانت وانت طلبة منك أنك تعلميها لولادك مش تحفظها لهم خليوني يحفظوها في قلوبهم أختم كلامي معاك بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر